أنا ممكن أخد وقت تأدئيه من غير حاجة خالص علشان أعمل الفورمة اللي بيقولوا عليها أنا مش هتكلم على المسابقات لأن زي ما حضرتك قلت دي حاجة بقى محتاجة لوحدي يكون هو غويها وعايز يدخل فيها وبيبذل فيها مجهود وعنده استعداد أنه يضحي عشانها لكن أنا هتكلم على آلاف وملايين الشباب اللي ممكن يكونوا بيروحوا جم أو بيروحوا نادي أو بيروحوا حاجة جنبه أو جايبين حتى بعض الأجهزة اللي ممكن تسعيدهم في البيت الناس دي متخيلة كده باستخدام المكملات الغذائية أو من غيرها المفروض أنه يتوقع أنه يشكله كده يبقى منظم شوية بعد قد إيه لو هو ماشي منضبط جدا وماشي على خطة زي ما حضرتك قلت في البداية في 3 شهر هيلاقي نفسه شكله اختلف تماما ده هو من أول أسبوع وأول شهر هيفجأ أن شكله بيختلف 180 درجة يعني كتفه مثلا كانت نازل القدام أول كده ومحن القدام هتلاقي الولد تفرد فيه أبهات كتير بيجيبوا أبناءهم عندنا في الجمهات يقولك قس الولد مقت قس الولد ماشي على طول كده من المذاكرة تلاقي مجرد متمرن هي العضلات اتنشطت وزادت فابتدت تزبط الشكل بتاعك وانت ماشي انت هتلاقي اختلاف من أول شهر في النفس وفي اللياقة وفي الصحة في الشكل العام بقى اللي هو أنا عايز شوية عضلاته كلام ده كله بتبقى محتاجة مثلا 13 شهر وأي حاجة بتجي بسرعة بتروح بسرعة وأي حاجة بتجي بسرعة بيبقى أكيد لها في النهاية ضرر لأن أنا استخدمت حاجات مش مظبوطة أو حاجات مش صح فأنا زودت الصرعة بتاعتي حضرك عندك حق الواحد بيشوف ناس أجسامها حلو قوي وبعد كده يعدي مثلا لو بطلوا تمرين وماشتغلوش على نفسهم لمدة شهرين تلاتة كمانا إنسان عادي مش إنسان عادي ده أقل من العادي انت وديت الحاجة دي فين؟ معقول كانت موجودة وقات مني آخر حاجة بقى بما إن حضرك بطل كبير ويعني بطل علم دي مش حاجة صغيرة يعني أكيد إن انت اشتغلت على نفسك كتير وأخدت نصايح كتير وتقدر دلوقتي تدي نصايح للشباب إن هم يعملوا إيه؟ نصايح عامة النصيحة إن انت أي حاجة تاخدها اهتمت بمصدرها كويس أو الجاية منين آآ هي مضروبة بالطريقة بتاعتنا مضروبة ولا سليمة آآ بص على تاريخ الصلاحية كويس أوي آآ حاول تجيب من مصدر بيخزن الحاجات دي التخزين مظبوط لأن كتير ممكن تبقى الصلاحية مظبوطة ما فيش مشكلة بس متخزينة غلط متخزينة غلط فالنتيجة ما بتبقاش كويسها وهو بيبقى ورد المنتج باز آآ نمر اتنين اهتم بالتمرين والأكل بتاعك هما دول أهم حاجة ان انت هتعمل عضلات من غير أكل مش هتعمل عضلات ما تستعينش بقى بحاجات كتير طالما انت مش محتاج الكلام ده او انت مش مش هتطلع على ستاجي او مش هتبقى بطل فمش محتاجة ان انا استخدم اي حاجة تقزيني وينام كويس لا ده أهم حاجة ينام كويس ويبعد بقى عن اي سلوك قفل زي ما حضرك عارف الحاجات اللي هي بتخسس دايما بيبقى فيها كافيين فبتخلي يسر علشان كده المفروض لما انا بتدي احطها لحد بيبقى مليان شوية بيبقى بياخدها في بداية فأوقات معينة انا صح الصبح او بتمرن الصبح يقبل التمرين يما بتدهله الصبح انما ما الجيش تدهله مثلا بعد العشرة تقول له نام هينام منين